اضغط لايك الفيديو اذا ما كنتم اشترك في قناة اشترك في قناة وفعل زر الجرس اليوم جاء لكم كيفية اضافة حساب مستخدم جديد على اجهزة الماك طبعا في شو يفيدك هذا الشرح يفيدك خاصة اذا كنت عائلة واحدة اكثر من شخص وعنكم جهاز ماك واحد هذا الشرح يفيدك تقدر تنشيح حسابات متعددة كل شخص له حساب منفصل كل شخص له ملفاته الخاصة في الشاشة على نفس الجهاز اوكي ما يقدر كل شخص ما يقدر يتحكم في الثاني او يشوف ملفاته الثاني او حساباته فكيف تنشئ حساب مستخدم جديد على جهاز ماك فنروح للشر اول شي يا شباب افتح العدادات مثل ما تشوفون افتح العدادات بعد ما تفتح العدادات انه بتحصل user group هذا الخيار هو خيار المستخدم والمجموعة اضغط عليها بعد ما تضغط عليها انت هذا هو حسابك عادمن انت الرئيس او المدير اللي تقدر تتحكم في كل شي اوكي هني اضغط على القفل حتى تفتح الجهاز اضغط رمز الباسفورد الجهاز الخاص بك واضغط على انتر بعد ما تفتح الجهاز الآن اضغط على علامة الزايد حتى تضيف حساب اوكي هني راح بشرح لك هذا الخطوات اوكي الخيار الاول نحس ما تشوفون هنا تختار النوع الحساب اوكي لما تضغط عليها راح يعطيك اربع اشياء الخيار الاول اللي ما انصحك فيه ابدا اللي هو ادمن ادمن ستارت اوكي هذا الخيار لو اخترته راح يكون تنشئ مدير ثاني انت المدير صح تقدر تنشئ حساب مدير ثاني بحيث انه يقدر يتحكم في ملفاتك كل شي انت تتحكمه هو يتحكمه يقدر يدخل على حساباتك يقدر يشوف ملفاتك فما انصحك فيه اما الخيار الثاني مثل ما تشوفون الخيار الثاني هو الخيار الثاني هو قياسي يعني هذا الفكرة رائعة وافضل خيار انا اشوفه بحيث انه اذا كنت انتو عائلة واحدة تقدر تنشئ لكل شخص حساب منفصل ويكون ملفاتها منفصل ومثلا انت الوحيد اللي تقدر تتحكم في هذا الحسابات اما الاشخاص الثانيين ما يقدرون يتحكمون فيك اوكي يعني كل شخص لح حساب خاص وملفات خاص وملفاته الخاصة والحسابات الخاصة ما يقدر يشوف الشخص الثاني او يشوفك انت يعني كل شخص ملفاته الخاصة والحساب خاصة هذا هو افضل خيار اشوفه انا اوكي جدا مفيد اذا كنت عائلة انت الوحيد تقدر تراقب الاشخاص العائلة انت الوحيد اللي مدير وتراقب تراقبهم بس الاشخاص الثانيين ما يقدرون يراقب نفسهم ولا يراقبونك اوكي هذا الخيار افضل شيء اما الخيار الثاني خيار يعني يكون حساب منفصل بس ما يقدرون يدخلون على الاعدادات او يعدلون بعض الاشياء من الاعدادات او يشوفون ملفاتك او يشوفون اعداداتك او يدخلون على حسابك بس يعني يقدرون عندهم حساب يقدرون يتبادلون الملفات عن طريق الواي فاي والبلوتوث فما انصحك فيه فالخيار الرابع اللي هو جروب يعني هذا الخيار تجمع عدد كثير من مستخدمين ماك وتمنعهم نفس الامتيازات فانا افضل شيء افضل شيء عجبني هذا انك تقدر تراقب الحسابات وكل شخص عنده حساب منفصل ويتحكم بيشوف الجهاز المنفصل ويتحكم فيه ويشوف ملفاتي هالخاصة بس انت الوحيد اللي تقدر تدير هذا الحسابات وتتحكم فيه وتراقبهم فاختار الخيار الثاني الحين يقول لك اضع اسمك الكامل مثلا نوح اوكي رح اضع عشر نوح عشر اوكي رح اكتب مثلا اسمي يعني الكامل اوكي هنا اكتب اي شيء مثلا اوه رح اكتب نوح عشر لا لا تضع اوه مسافات اوكي وهنا اضع الباسفورد لتشجيل دخول اضع الباسفورد ثاني واحد اضع نفس الباسفورد اللي فوق اوكي اوكي الان هنا اوه اكتب مثلا اوه 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 كلمة حاول انك ما تنسى كلمة استعادة الحساب مثلا رح اكتب نوح اوكي كلمة استعادة اكتب اي شيء فقط حاول انك تحفظها حتى اذا حدثت الباسفورد وتسترجع عن طريق اسم الكلمة السرية واضغط على هذا الزر خلاص تم انشاح الحساب نفس ما يراه خلاص هذا هو الحساب اوكي الان رح نشوف النتيجة شوفوا لاحظوا الان لو اغلق الجهاز اضغط على هذا ال الحين خلاص انشاءنا الحساب اضغط على اوه لوك سكرين ناس ما تشوفون اوكي انهي عندك مثل ما تشوفون سويتش يوزر اوكي طبعا اوه الجهاز ما يقدر يصور اوه لما اغير الحساب اوه لحساب القياسي اللي انشأنا رح افتحت كاميرا حتى ابني لكم اضغط على سويتش يوزر لما تضغط على سويتش يوزر رح بتحصل اصحاب حسابك اللي هو انت مدير وحساب الثاني اللي هو اه حساب قياسي اللي انشأنا اه طبعا لما تضغط عليها رح يطلب الباسفورد الباسفورد اللي اللي انشأته اوكي تحط الباسفورد اضغط على حط الباسفورد وضغط على انتر اوكي الحين مثل ما تشوفون تضغط على يعني هنا يقول لك بعض الاشياء الاعدادات الخاصة اضغط على اوكي اضغط على continue continue حط حسابك في ابل اي دي فانا رح بتخطى هذا اضغط حسابي اضغط على continue اضغط على continue اختار اللغة اضغط على اختار اني تختار السيري اللي تريد السيري اللي تريد يناسبك بس اضغط على continue اي سيري اني تضغط على حتى تبدأ بعدين تضغط على كل نوت نوف حتى يفتح لك الحساب اوكي اضغط على continue يعني اضغط على اضغط على later يعني بعدين اضغط البصمة وغيرها هذا الاشياء اضغط على continue تختار dark او اي لون تبيها اوكي خلاص فتح النزاء الناس ما تشوفون هذا هو حساب جديد يعني منفصل ما يقدر يشوف ملفاتك ولا يدخل يقدر يدخل على حساباتك بس انت الوحيد اللي هو المدير تقدر تتحكم في هذا الحسابات وبس يا شباب هذا هو طريقة انشاء حساب مستخدم على الماك والتحكم فيه بس يا شباب اذا عجبك المقطع اضغط لاك الفيديو اذا ماكت مش ترفقنا اشترفقنا طبعا اذا تريد تحذف اذا تريد تحذف هذا الحساب المستخدم الجديد طبعا راح بتحصل الفيديو الشرح في كلمة اي او في الديسكيشن بس مع السلام